أهلاً واسهلاً بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد حيث نرسل فيه أمبرز ما كتبت الصعف العراقية والعربية والدولية ونبدأ من أهم العنوين جاء في موقع الهيانات في ثاني حادث من نوع خلال يوم مقتل أربعة من أفراد البيشماركا بمحافظة السليمانية ونقرأ في المدى العراق يستورد منتجات إيرانية بأربعة مليارات دولار خلال ستة أشهر وجاء في كتابات نخيل البصرة فخر العراق أي بساته الحرب والجفاف والتنافس الإقليمية جاء في جزيرة نت بعد أمريكا علاقات بين تركيا وألمانيا تتجه للتطبيع ونتصفح في العرب الجديد غزة سبعة شهداء بقمع الاحتلال لمسيرات العودة وكسر الحصار نطالع في القدس العربي بومبيو يبحث مع دول الخليج ومسر والأردن تشكيل ناتو العرب ونطالع أخيرا وليس آخرا في الحياة اليمن يرفض التمديد لخبراء الأمم المتحدة أهلا بكم مقابل الأموال التي صرفت الحكومة لحل مشكلة مياه البصرة زادت الكتل السياسية المرتبطة بإيران كميات الرصاص التي تصرفها لميليشياتها الطائفية لتبدأ حملة اغتيالات منظمة وواسعة ضد المحتجين المناوئين لها هكذا سهلت الكاتبة باهر الشيخ لمقالها في صحيفة العرب اللندنية وصف مجهولين هو السمة المشتركة للمسلحين الذين ينفذون عمليات الاغتيال والخاطفين الذين يسادفون ناشطين وحقوقيين أي أدو التظاهرات التي نظمت في البصرة ضد الحكومة المركزية بسبب نقص مياه الشرب النظيفة والكهرباء وارتفاع معدلات البطالة في المحافظة الغنية بالنفط ترافق ذلك كل حرب نفسية من خلال شائعات واراجيف يبثها حزب الدعوة بأن كل ما يتعرض للأحزاب الدينية أو لأي من ميليشياتها سيكون الموت مصيره على الفور أو يجري تغيبه وأسرته وقد تحولت الحرب النفسية الناعمة إلى حرب صلبة لغتها الموت اغتيالا أو تغيبا قسريا واحتحت وطأة هذا التهديد والوعيد شاهدنا أكثر من متظاهر وشاعر يتراجعون عن مواقفهم ويعلنون التوبة والندم ويلتمسون عفو الأحزاب والميليشيات ومع أن الكثيرين ظنوا أن الحراك الشعبي الاحتجاجي في البصرة قد سكن وتراجع بسبب هذه التهديدات والمضايقات والاغتيالات فإن البصرة لن تسكت بل ستكون سببا في تحرك محافظات العراق كلما الكاتبة تضيف في الوقت الذي تتسارع وفيه الطبقة السياسية على المناصب في العراق بتفع عدد حالات التسامن جراء تلوث المياه في محافظات البصرة إلى 95 ألف حالة جراء المياه الملوثة واختلاطها بمخرجية الصرف الصحي في مناطق متفرقة أبرزها أبو الخصيب حسب مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في المحافظة مهدي التمين جاء في كتابات الملفت للنظر وخاصة في الآوينة الأخيرة إطلاقوا التحذيرات المتكررة والمتنوعة للعراق من الدول الأجنبية وبيانوا خطورة المرحلة التي تمر بها كأسلوب جديد من أجل استمرار سياستهم بحسب مقال النشر في كتابات في الوقت الذي تتصارع فيه الطبقة السياسية على المناصف العراق ارتفع عدد حالات التسمم جراء تلوث المياه في محافظة البصرة إلى 95 ألف حالة جراء المياه الملوثة واختلاطها بمخرجية الصرف الصحي في مناطق متفرقة أبرزها والخصيب حسب مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في المحافظة مهدي التميمي في موقع كتاباتها في أمريكا غالبا تحذر من ظهور جماعة إرهابية على غرار داعش في العراق لتكتمل ما بقي من مسلسل التدمير الذي خلفته القاعدة ثم داعش وبريطانيا حذرت قبل أيام على لسان سفيرها في العراق جون ويليكس من الفساد المستشري في جسمها لتنتهي بها إلى الدمار والنهاية وربط أحداث محافظة البصرة الأخيرة بالفساد كما كان معلنا والسعودية تحذر مرارا من التدخل الإيراني الواضح لبناء هلال شيعي يمر من العراق نحو لبنان وسوريا وإيران هي الأخرى تحذيراتها يومية من خطر الوجود الأمريكي وتركيا لا تقف متفرجا وتحذر من انتهاك حقوق التركومان وأن العراق كانت ولا تزال القنبلة الموقوطة وهكذا أرادت الدول العظمى لها حيث يرتبط بها استقرار الشرق الأوسط بالسلب والإيجابي والتاريخي يشهد لذلك وهذا يرجع إلى موقعه الجغرافي وثرواتها الطبيعية وخليط سكانه من القوميات والمذاهب والأديان إن دول التي تطلق مثل هذه التحذيرات والمخاوف من الانهيار تطلقها ليس حباً العراق أو من أجل سواد علونها أو أن تلعب دورها الإقليمي والدولي المنشود والوقوف صامداً أمام التحديات وإنما تحكمها المصالح والأجندات ومبررات للبقاء فيها أطول مدة وفترة ممكنة بحسب الكاتب عقلاء العراقيين يعرفون جيداً كيف يقفون بالمرصاد لبعض الخبثاء من من يعملون بعض الإجراءات في دوائر المخابرات الأمريكية والصهيونية الذين مثلاً يحاولون أن يستدرجوا عراقي سين من كان من العراقين ويسرقوا لسانه من أجل إيهام بعض الشعوب الساذجة بالتجربة الديمقراطية العراقية إذ قد يباغتون العراقي ويقولون له حسن ولكننا كنا شهوداً على العديد من الانتخابات البرلمانية التي حصلت في هذا البلد منذ عام 2005 حسب ما جاء في المقال وحتى الانتخابات الأخيرة في عام 2018 والحكومة صرفت المليارات من الدولارات من أجل إتمام هذه الانتخابات وهذا الأمر يثبت أن هناك ديمقراطية وجود هذه المفردة يعني أن هناك حياة وتجدد وأن الزمن متحرك لديكم والحاضر يسابق الزمن للوصول إلى المستقبل فماذا تقولون؟ هذا مقال للكاتب سلام حربة في صحيفة المدى يتحدث فيها عن التاريخ العراقي السياسي لا يحتاج العراقي إلى أن يعيد شريط الأحداث والصور انظروا لهذه الوجوه السياسية ورجال الدين في عام 2005 وما قبل هذا العام فازت بالانتخابات المتعددة لأنها من كتل إسلامية طائفية سنية وشيعية أو شوفينية كردية وأصبحوا نوابا لرئيس الوزراء ونوابا لرئيس الجمهورية ووزراء ومسؤولين كبار سرقوا الخزائن والوطن والسباح الأعراض وجلبوا كل قتلة العالم نحن الآن في عام 2018 وهؤلاء الشخص أيضا فازوا أو لم يفزوا في الانتخابات هم مرشحون الآن أن يكونوا في المناصب ذاتها أو أي مناصب يختارونها وكأن النساء لغاية الآن لم تلد غيرهم نفس الوجوه يتناوبون على السرقة والطائفية وتخريب البلد وإن ظهر وجه جديد هنا أو هناك فهو من ظلادهم ومن أتباعهم المستنسقين بالإجرام والكراهية للعراقي والعراقيين الكاتب يضيف الحياة توقفت في العراق والكل يراوح في مكانه الحاظر ملتبس وفوضوي والمستقبل مفردة مجهولة مسحت من القاموس العراقي العراق الآن يقف اليوم متذكرا أطلال الماضي بأحداثه وأمكنته الدراسة ورجالاته من قادة عسكريين وشخصيات وطنية وثوار وعلماء وأدباء وفنانين وحين يسأل العراقي لمن تنتمي في هذا البلد فإنه يجيب دون توقف بأنه ينتمي إلى ماضي تهتم المؤسسات الأمريكية بموضوع الإحصاءات والأرقام المالية وتعمل في هذا القطاع برامج حاسوبية في غاية الدقة لكن المثير للاهتمام أن جميع المؤسسات والدوائر الأمريكية المعنية لم تقدم إحصاءات وأرقاما دقيقة عن حجم الخسائر المالية نهيك عن البشرية منها منذ العام 2001 أو بالتحديد بعد الغزو الأمريكي لأفغان السنة وبعد ذلك غزو العراق في العام 2003 ومن يحاول البحث في محركات البحث العملاقة عن تكلفة الحرب يصدم بالتباين في الأرقام بحسب الكاتب وليد الزبيدي في مقال نشرته صحيفة الوطن العمانية بدأت الحقائق تتكشف في وقت مبكر في عام 2008 وبينما كانت القوات الأمريكية تستعد لبدء الانسحاب من العراق بسبب حجم الخسائر الهائلة المادية والبشرية نتيجة للهجمات الشريثة التي شنها المقاومون في العراق وبعد أن اززاد الحديث عن هذه الخسائر أعلنت حينها الإدارة الأمريكية أن تكلفة الحرب في العراق وصلت إلى خمسين مليار دولار لكن معلومات متطابقة تضمنها كتابان صدر في الولايات المتحدة منتصف عام 2008 أكد أن الخسائر تفوق ذلك الرقم بكثير الكتاب الأول من تأليف جوزف استيغليتز الحائز على جائزة نوبل وليندا بيلنز الأستاذة بجامعة هارفورد وجاء هذا الكتاب بعنوان حرب الثلاثة تريليونات وصلت الكتاب الضوء على التكلفة الحقيقية لحرب العراق التي تم إخفاؤها عن دافع ضرائب الأمريكيين ويقول مؤلفة الكتاب أن إدارة بوش أخطأت بشأن النتائج الإيجابية لهذه الحرب كما أخطأت مرة أخرى بشأن نفقتها ويضيف الكاتب ولأن تكاليف الحرب ما زلت متواصلة بعد أن فشلت الحملة الأمريكية على أفغانستان وأن الحرب ما زلت مستمرة مع زيادة قوة الأطراف المناوئة للحكومة الأفغانية التابعة للولايات المتحدة من وجهة نظر خصومها طبعا وإثر للولايات المتحدة الأمريكية العودة بقوات إلى العراق ونشر قوات أخرى في سوريا بعد انسحاب هذه القوات من العراق وآخر العام 2011 فإن التقديرات الحقيقية لتكلفة الحرب تبقى غامضة لكنها هائلة بدون شك وإن الأرقام بزيادة في القدس العربي نقرأ المسؤولون الإيرانيون وجريا على عادتهم في تفجير اللغة أطلقوا بعد هجوم الأحواز أنواعا من الوعيد وفي كل الاتجاهات ووزعوا التهمة على فعيلين دوليين وأقليميين وحتى دول وصفوها بمرتزقة أمريكا جريا على منوالي قاموسي ستينيات وسبعينيات القرن الماضي في التخوي ذهب بعض المحللين إلى أن الحرس الثوري الإيراني هو من دبر استهداف العرض العسكري في قلب الأحواز واتهمت بعض فصائل المعارضة الأحوازية مخابرات النظام بتدبير العملية محمد جميح يكتب في القدس العربي عن تداعية هجوم الأحواز الهجوم عمل جريد ولا بد أنه قام على معلومات استخباراتية من داخل الحلقات الأمنية الضيقة في النظام بالشكل الذي سهل دخول السلاح الأفراد إلى ساحة العرضة وخلال الأيام الماضية حذر مسؤولون أمريكيون كبار من أن أي هجوم تتعرض له مصالح بلادهم على يد أي من الميليشيات التي تدعمها طهران في العراق فإن واشنطن سترد داخل الأراضي الإيرانية هل يمكن الربط بين التصريحات والهجوم؟ هل أراد الأمريكيون أن يحذر طهران من الرد على الهجوم قبل وقوعه؟ هل تدفع واشنطن طهران إلى ارتكاب حماقة تدفع إيران ثمنها؟ هل تخبط الإيرانيين فيما يخص الجهة المنفذة؟ يعد محاولة لتفرق دم جنود طهران بين القبائل حتى لا يعاب على النظام عدم الرد رغم توعده برد سعق ومميت كتب يضيف ولعل نيكي هايلي سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة قد نصحت النظام في طهران بعد أن وجهت أصابع الابتهام إلى أمريكا وإسرائيل ودول خليجية وحتى مرتزقة عندما ذكرته بأن عليه بدلا من كيل التهم أن ينظر إلى الدخل جاء في الحياة تبدو موسكو أكثر ميلا إلى التعامل مع حادث إصباط طائرتها في سوريا بإدخال تعديلات على استراتيجيتها في سوريا لتعويض الإخفاقات في رهاناتها على الولايات المتحدة الأمريكية يشار هنا إلى أن التوافق الأكثر صلاة بين الرئيسين الأمريكي والروسي في هلسينكي كان يتعلق بأمرين من إسرائيل وهو ما التزمته موسكو على الدوام وإخراج إيران من سوريا لكن من دون التزام روسي واضح بحسب الكاتب عبدالوهاب بدرخام في الحياة اللندنية تظهر مصطلحاته مثل الراد الجاحد على كل ما فعلته روسيا لإسرائيل والاستهتار الإجرامي والمعلومات المضللة ونزعة المغامرة إلا أن العلاقة بين القيادتين العسكريتين تأثرت في العمق يستدل على ذلك أيضا من ردود الفعل الإسرائيلية التي انتقدت بعض منها بشدة محاولات إلقاء اللوم على نظام سوري أو إيران واستنتج بعض آخر أن إيران خرجت مستفيدة من الخلاف غير المتوقع مع موسكو لأن تقنين الهجمات سيعفي نشاطات نقل الأسلحة والبرامج الإيرانية من أية مباغتات قاتلة أحيانا هكذا فجأة تبدلت التقديرات السابقة بأن العلاقة الروسية الإسرائيلية استراتيجية وأن بوتين قد يكون أراد هذه العلاقة لإقامة توازن مع الوجود الإيراني وتحسب لأخطار انهيار التعايش غير المريح بين الجانبين الروسي والإيراني فمع اعتراف النظامين السوري والإيراني بالمكاسب التي مكنتهما روسيا منها إلا أنهما متشبثان بتحالفهما سواء لارتباط مصيرهما أو لشعورهما بأن روسيا قد تغدر بهما إذا عرضت عليها صفقة مجدية ويتردد في الحلقات الضيقة أن لديها خطط لمقاومة حال كهذا طبعاً الإجراءات الروسية تشكل أيضاً رسالة موجهة إلى الولايات المتحدة فهذه كانت تدعم الضربات الإسرائيلية المنسقة مع روسيا باستراتيجية إخراج إيران من سوريا كما يصف الكاتب لكنها هو بوتين يبلغها الآن أولاً أنه لا يأخذ بهذه الاستراتيجية ما لم تكن جزءاً من صفقة متكاملة وثانياً أنه لا يستطيع تمرير الخطأ الإسرائيلي من دون عقاب وثالثاً أن نهج العقوبات المعممة كما تنتهجه إدارة دونالد ترامب يدفعه إلى العملية مع القوى الإقليمية المستعدة للتعاون معهم اشتركوا في القناة دهشة الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي بابتكارها ثوب زفاف مصنوعاً من مواد غير متوقعة وبأقل تكلفة ممكنة في الوقت الذي تصنع أثواب الزفاف من الدانتيل الحرير والساتان وأنسجة أخرى باهضة الثمن وصممت تان ليلي البالغة من العمر 28 عاماً ثوب الزفاف من 40 كيساً من الأسمنت كانت قد اشترتها لترميم منزلها في إحدى قرى مدينة لونغ نان حيث تعمل مزارعة مضحة أن الفكرة راودتها في يوم ممطر السيدة الموهوبة ثركت المدرسة في سن الثامنة عشر لتبدأ العمل في الأراضي الزراعية بعد وفاة والدها بالسرطان منذ أربع سنوات وفقاً لموقع ديلي ميأو وأعتبرها العديد من مستخدمين إنترنت أجمل عروس شاهدوها على الإطلاق وردت قائلة لم أكن لأحصل على كل هذا التفاعل والإطراء لو أنني صنعت ثوباً باهض الثمن طبعاً ممتعاً على الكريكتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إلى اللقاء